السلام عليكم اخي الكريم كل عامتوا بخير كل سنة سالم اخي الكريم يعني صراحة حاب اشكرك جدا على الكورس وانا اول مقطع شفته في الكورس يعني ما شاء الله تعالى ما شاء الله يعني فعليا انت غيرت نظرت الى التداول وانا كنت فاهم التداول فعلا بشكل غلط فعليا كنت فاهم التداول بشكل غلط ولكن من اول مقطع كل شي تغير وانصح الجميع ان يشتروا هذا الكورس وفعليا هو كورس جدا قيم وفعليا فيه معلومات جدا قيمة وانصح كل شخص فعليا لو حط فيه مجهود لهذا الكورس وتعلمه بشكل صحيح فعليا رايحصل نتائج جدا عظيمة في المستقبل ان شاء الله تعالى وعيد مبارك على الجميع واتمنى التوفيق للجميع السلام عليكم وانت الله وبركاته اخواني اخواتي السلام عليكم وانت الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم قناة عمير فكاتب سنقوم بتحليل عملة عديدنا الاخوات رابوها مني في التعليقات لذلك سنقوم بتحليلها اليوم لكن قبل البدء ادعوكم دائما وابدا إلى الحصول على عرض دورتين بسعر دورة واحدة التحليل الموجي والبرايس اكشن دورتين متكاملتين مع بعض تعتمدان على المنطق في التداول كل ما تحتاجه لاحتراف اي سوق به متداولين سأضع لكم رابط الاشتراك اسفل في التعليقات اخذوه كاملا انا الذي وجاوبكم مباشرة وطلبوا رسالة صوتية باسمكم اللي تجنب النصابين لا نقبل الدفع بالكريبتو نهائيا فقط بايبال او تحوي البنكي لتظهر لكم هويتنا ولكي تتجنبوا النصابين الموجودين بالنت لا تنسوا كذلك اشترك في قناة تليجرام المجانية بها نضع اخر عروضنا وبها نضع ارباح المشاركين في دوراتنا تدريب هذا هو الرابط سأضع لكم كذلك في صندوق الوصف تترون شهادات المشاركين ارباحهم يعني صوت وصورة حتى تتأكدوا ان دورتنا تدريبية يمكن اعتبرها من افضل دورات في عالم التداول لا تنسوا الذهاب للموقع بي برو ويف تريدر دوت كوم بي برو ويف تريدر دوت كوم في هذا الموقع يمكنكم قراءة مقالات يمكنكم كذلك تحميل كتب مثل الدليل الاساسي الشمال اليابانية فقط تضغط على يبدأ الانمجان تضعي ملك الخاص تصلوا بالكتب لي ملك الخاص تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن ان تخسرك اموالك لذلك كل ما نقوم بفضل القناة ودى مغزى تعليمي وتسقي في مئة بالمئة لا نعطي لنا نصائح مالية ولا استثمارية تضغط على زر الشراء والبيع فانت المسؤول مسؤولية تنتمع عن قراراتك قناة العملاء في الكديب لا تتحملوا اي تمسؤولية كل ما نطلبه منك تراقب تقارن واذا اجبتك الطريق يمكنك انضمام الى عرضنا طيب عملة غالا اخر مرة قمت بتحليل عملة غالا ماذا قد سأعيد عليكم الشح هاتف تفهموا لدي موجة دافعة لدي تصحيح او نطاق ثم صعود قوي زيادة في الزخم اذا هذا البيك بوي الذي دخل هنا بعد هذه الحرب بين المشترين والبيعين الذي تغلب في هذه المنطقة هو قوي هذه المنطقة تعتبر الجدار في هذه المنطقة طالما لم أتجاوزها لا أستطيع البحث عن البيعين دائما سأبحث عن الشراء عن الصعود دائما طالما هناك زيادة في الزخم طالما هناك جدار لا أستطيع البحث عن البيعين طيب اذا الآن هناك بيع على المدى القصر عفوا هناك الشراء على المدى القصر وهناك الشراء على المدى الطويل عندما يكتمل تكتمل بنية هذا التصحيح سيكون هناك الشراء على المدى الطويل مادم هذا التصحيح لم يكتمل دائماً سيكون هناك الشراء لكن على المدى القصير طيب عندما حللنا هذا التصحيح هذا الدسكاونت انتبهوا نحن الآن في منطقة البيك بوي انتبهوا قد يستفق في أي لحظة طيب وقلنا أنه هذا contracting إذن موجة دافعة تصحيح contracting أنا أكره ال contracting ثم موجة دافعة طيب بعدها حركة قوية وهذا تصحيح في هذه الموجة إذا لدي في هذه الموجة هذه بنيةها مكتملة لكن لدي أتي الحركة طيب عندي مجموعة من المشاكل في هذه في هذا التصحيح أولاً إذا لم يكن هذا contracting إذا لم يكن هذا لأنه أكره ال contracting إذا لم يكن هذا contracting فقد يكون هذا هو ال running flat تلاحظوا وعندما يتم كسر قاعه سنبحث عن ذلك الصعود الاستثماري طيب إذن one two three إذن كابينيا هو مكتمل إذا كان هذا ال running إذا كان هذا ال running وليس contracting هنا لاحظوا كيف أناقش معكم التحليل أنا أريد أن تشغلوا أدماغتكم قليلاً لا أريد أن أعطيك فرص أو توصيات ليس تهدفية أنا أريد أن تتعلم تحليل أما التوصيات لن تستفيد منها أو لن تريد الربح القصير هل هكذا ستتعلم تداول بذلك الربح القصير توصيات وفي لحظة معينة تخسر كل حسابك لأنك تابع إذا كانت تدير رغبتك لديك قنوات أخرى لكن نحن هنا في قناة العمناة الكاذب نريد أن تتعلم طيب إذن أول شيء إذا كان هذا ال running هل لديه ال running ليست لديه ال running طيب إذن هذا ال running جميل إذا كان هذا ال running أحتاج أن أحليل هاتي الموجه ماذا بها one two three ثلاث موجه هل هناك divergence كذلك بين هاتي الموجه لا ليست هناك divergence طيب ماذا يعني هذا هذا يعني إذا كان هذا ال running انتبهوا إذا كان هذا ال running هذا يعني أنني قد أحصل على تصحيح هنا مساوي لهذا التصحيح نزل آخر حتى تكتمل هذه الموجه نحصل على divergence بين هاتي الموجه و هاتي الموجه أي صعود قوي ثم تصحيح يرتد بنسبة 100% لهذا الجزء الآخر هذا هو صعود الاستثمار لاحظوا هذا هو الأول سيناريو لاحظوا دائما أقول إذا كان هذا running هذا هو النموذج تصحيح طيب هذا أول شيء طيب هذه أول منطقة المهمة بالنسبة لي يحتاج إلى تصحيح مساوي لهذا التصحيح ثم النزول بعد ذلك ذلك الصعود نفترض أنه نفترض أنه سأزيل هذه الأمور كلها سأتوعد لكم نفترض أنه دائما هذا running و ثم كسره قائد إذا اكتملت بنية التصحيح ويريد البيتكوين أن يسعد الآن يريد جالا أن يسعد الآن أين هي المنطقة التي سأراقب هذه المنطقة هنا هذه المنطقة أنا أتحدث دائما على الاستثمار يعني فريم اليومي تابعوا يمكنك التداول في فريم الخمس دقائق والساعة يعني يوميا لا مشكل لكن أنا أتحدث عن استثمار الصعود القوي الاستثمار مثل هذا الصعود يعني أحلل على فريم اليومي والأربع ساعات لاحظوا لأنه إذا أردت أن أحلل على فريم ساعي يجب أن أضع لك قالة كل يوم مرتين أو ثلاث مرت لا يمكن طيب أريد صعودا يصل إلى هذه المنطقة أي منطقة 0-29 ثم يصحح خلاص هذا هو صعود لست محتاجا إلى ذلك التصحيح هنا المساوي إذن هذه المرة الوحيدة التي يستو فيها محتاجا لتصحيح هنا إذا سعد إذا سعد قال الآن بقوة وصحح هنا هذا هو صعود إذن هذا السيناريو أو يعطينا تصحيح مساوي صعود تصحيح هنا ودوصهم الاستثمار لكن بشرط أن يكون هذا وراني طيب هذا هو السيناريو لاحظوا الخارطة الطريقة التي يعطيكم واضحة وأعرفوا كل شيء إن أريد ونأرى نفترض أنه ليس هذا أول السيناريو وأن هذا فعلا هو التصحيح contracting contracting إذن ما هو المشكلة هذه 1-2-3 يعني بنية مكتملة أحتاج إلى هذا السلوط لتقفيليه هنا حتى يكون هذا هو النموذج تصحيحي لنزول أخير لنزول أخير قبل ذلك السلوط إذن لاحظوا الآن أين الفرق والمشكلة إذن يجب الحضر من عملة غالة لأن بها مشاكل كثيرة طيب إذن هذا السيناريو آخر إذا كان هذا contracting إذا كان هذا contracting أحتاج إلى هذه الحركة أحتاج إلى هذه الحركة أوكي إذن في جميع الأحوال قد نبحث عن الصعود إذا وتيحة فرصة كيف تعرف ذلك لنرى هل يكتملت بنية هذه الموجة الأخيرة لنرى هل يكتملت بنية هذه الموجة الأخيرة كيف هي بنيتها أي بي بهذه الموجة سنزل بفريم أربعة ساعات للمرة ما أدرى دينا كذلك هنا هذا الموجة الأخيرة لاحظوا ليست بها divergence كذلك لكن هنا لنك divergence طيب ما أدرى دي ما هي التصحيحات الموجودة في في هذه الموجة بهذا التصحيح هنا ولدي هذا التصحيح هل هو ما متساويا لنرى نعم تقريبا متساويا تقريبا متساويا احتجوا فقط لكيارة بالضبط لأنه صعب بعض الأحيان إذا كانت تصحيح هكذا وتصحيح هكذا يكون صعب لكن تقديرك يعني تقريبا متساويا إذا قمنا ب يعني حساب القطر يعني متساويا تقريبا متساويا إذن إذن هذه الموجة هي على شكل W X Y X Z جميل إذن ما هي المنطقة آخر جدار هو هذا الجدار أحتاجوا أحتاجوا إلى كسر أحتاجوا إلى كسر إذن أحتاجوا إلى كسر منطقة 0,16,54 يكون هذا نموذجا من كسر يكسر بقوة نلاحظ قوة في الكسر ليس شمعة ذات ديل لا أريد كسر قويا أريد تصحيحا يكون على قدر هذه الموجة الدافعة وهذا وصعودي وهذا وصعودي وعندما أصل إلى طولياتي الموجة عندما أصل إلى طولياتي الموجة أحاول أخذ خسارتي إلى منطقة الدخول فقط وأنتظر وأنتظر لأنني لا أعرف هل هذا فعلا نرانين إذا كان نرانين خلص سيسعد سيسعد قالا إذا نموذج هذا فهذا يعني أنه لازم هذه الموجة تكتمل إذن هي التي أنت ربما كنت فيها وحولت بقف خسارة إذا عادت سيأل وأخرجك من الصفق خليه يرجع إلى هذا المنتقى وستكون الآن خراص متأكد أن هناك صعود قوي بعد ذلك وتدخل مرة أخرى من هنا إذا كانت لديك استراتيجية تعرفون نحن لا نعطي لا توصية ولا نصح أحملي ولا استثماري لكن نريكم طريقة تحليل إذن أعرف المناطق المهمة بالنسبة لي أعرف كل السيناريوهات أعرف ماذا أنتظر ستقول يا أخي أنت تقول لممكن وممكن 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 لا أقول لك ها هي السيناريوهات لكن أقول لك كذلك ماذا أريد أن أرى لكي أكون متأكد أن هناك صعود وبالتالي جئت معك من فريم اليوم إلى فريم أربع ساعات وعطيتك مناطق فريم اليوم وعطيتك مناطق فريم الأربع ساعات بالتالي ليس هناك أدق وأوضح من هذا الأمر هناك سيناريوهات لكن هناك أمور واضحة أريد أن أراها قبل أن أضع رجلي في السوق فانتبعوا لهذا الأمر أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات هذا هو تحليل لعملات غالالي إذا أردتم احتراف هذه الطريقة ما عليكم إلا استغلال عروضنا عرض دورة بسعر دورة واحدة هذا هو الرابط الذي يجب أن تتحدثوا معي فيه أخذوه كاملا أنا الذي أجاوبكم أفاً 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 حبما ضغطوا على زرين خطأ أخذوه كاملا كما قلت وأنا الذي أجاوبكم مباشرة هذا هو الرابط رسالة صوتية باسمكم من فضلكم اللي تجنب النصبين هناك الكثير من ينتحل صفات قناة العملي عفو الكذب على التليجرام وحتى على اليوتيوب الكل بدأ يقلد قناة العملي عفو الكذب انتبهوا هنا هذا الأمر وهذا الحمد لله دليل على نجاح قناتنا بكم أصدقائي إذن لا تنسوا وانتفجروا اللايكات شاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم انتسبوا إلى القناة سأضع لكم رابط الانتساب أسفل في التعليقات لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم وأن العلم ليارف الكذب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي وسام أخي وسام حبيت أرسلك الفيديو وأتشكرك للمعلومات الثمينة اللي وفرت لنا إياها بالفيديو بمجموعة التحليل الموجي اختراعك وابتبكارك ما شاء الله عليك يا أخي أصعب إشي بالتداول اللي هو التحليل الموجي هذا فعلا يعني قبل ما تعرفت عليك كنت من الـ 95% الأغبياء المتداولين والحمد لله يعني بإرادة ربنا وبالكورسات اللي وفرت لنا إياها إن شاء الله يعني عم بترك الـ 95% وعم باجي للـ 5% المتداولين الأذكياء أهم شيء بالكورسات تحتك يا أخي وهذا هو الإشي اللي إحنا اللي نتداول ننساه اللي هو المنطق كيف الـ big boy أو كيف أصحاب النفوذ بالسوق صناع السوق كيف بفكره لما نعرف كيف بفكره حنعرف كيف نتداول معهم يا أخي نتشكرك مرة تاني على المعلومات اللي وفرت لنا إياها ونتمنى دايما نسمع منك اختراعات أو اكتشافات جديدة في السوق عشان نكون يعني من المتداولين الناجعين ونسوي أرباح هلأ صدقا بهالأسواعين اللي فاتوا مع تحرق السوق سويت أرباح متواضعة الحمد لله يعني ندخل بالتريد ومتوقعين تقريبا يعني 70% شو رح يصير كنا من أول ندخل بالتريد 50% هيك 50% هيك الحمد لله هلأ صار 70% نظرتنا لاتجاه السوق صح نشكرك يا أخوي وسام والله يخليك لأينا والمجموعة الحلوة اللي عملت لنا سلام